فخامت السيد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات السيدات والسادة الحضور من دواعي سروري أن أشترك في هذا حدث المهم وأن أجدد باسم بلدي العراق الالتزام بمبادئة ديمقراطية وقيمها في وقت واجه عالمنا اليوم العديد من التحولات والتحديات الكبرى العراق ما تعلمون هو ديمقراطية ناشية فتية ظهرت بعد تضحيات جسيمة وعهود من الاستبداد مثلها مثل الديمقراطات الجديدة الأخرى تواجه تحديات كبيرة لم تبلغ بعد مرحة الاستقرار المطلوبة كان التحدي الأكبر من الديمقراطية العراقية هو التعامل مع الجماعات الارهابية التي تحتمدت العنف الوحشي لفرض إرادتها ولتقويض الاستقرار وأقول بفقر واعتزاز إننا نجحنا بتخطي هذا التحدي دون أن تفرط بقيم الديمقراطية وهزمنا التنظيمات الارهابية مثل داعش وغيرها عسكريا وأخلاقيا ما زلنا واجه بقائد داعش وبعض الجماعات المتطرفة والخارج على القانون والتي تفضل اللجوء للسلاح والاحتكام للآليات القانونية لكننا واثقون أننا سننجح في النهاية لأن غالبات العراقيين تريد ترسيخ سلطة الدولة والقانون لقد أوكلت حكومة اهتماما خاصة العمل على استجابة لمطالب المواطنين العراقيين ووضح خارط الطريق لانتشار البلد من الإزمة السياسية التي دخلها نتيجة خفاقات سياسية عكست على التقة تقة الناس بالنظام السياسي بالضافة للتنامية سلطة جماعات خاجع القانون وتفشي الفساد فلا يمكن لديمقراطية حقيقية تترسخ بوجود هكذا مظاهر وبعلى الصدد اتخذنا خطوات لملاحقة واحتقال المتورطين من العنف السياسي ضد الناشطين المدنيين والمتظاهرين السلمين كما اعملنا على توفير أفضل ظروف لتنظيم انتخابات مبكرة نزيهة عادلة جاءت في أجواء آمنة ومستقرة وبمراقبة دولية وفرت للمرشحين فرصة عادلة كما أمنت للناخبين حق الاختيار الحر كما جاءت تأكيد من منظمات المراقبة الاتخابية الدولية والمحلية ومن باتة الممتحدة في العراق من انتخابات استوفت كل الشروط الدولية والمعايير مطلوبة من ناحية الأمن الانتخابي وحرارة التنافس والاختيار نواجه في العراق أيضا تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تسببت بها سنوات طويلة من الحروب والسياسات التسلطية وكذلك الفساد وسوء الإدارة واطلقنا برنامجا واسعا للإصلاح الاقتصادي إنني أدعو هنا إلى أن نطور منظورا أوسع للديمقراطية يقرنها بالعمل الدولي المشترك خصوصا تلك المتعلق بالدان النامية بحيث تشمل دعم التنمية المستدامة التي تشكل الرافع على أساسية ترسيخ المفاهيم الديمقراطية واتقى بها وتبني خطة واقع دولية لمواجهة الفقر والحد من التمازات الاقتصادية الكبيرة ومكافحة الفساد ودعم البلدان المتضررة من التغيير المناخي وهنا أؤكد على همية تحقيق الأهداف والتنمية المستدامة التي اتفق الدول العالم عليها ويجب تطبيقها ختام نجز شكري للرئيس بادن على مبادرته بالدعوة لهذه القمة التاريخية وتمنى أن تكون بدائل مرحلة جديدة شكرا جزيلا والسلام عليكم